بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم احنا ان شاء الله النهاردة هنكمل محاضراتنا محاضرات الـ Understanding Dermatology Postgraduate Courses وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Updates اللي حصلت في العلاج بتاع الأكني بلجاريس في خلال اخر 3 او 4 سنين في مجموعة من الادوية اضافت للعلاجات الخاصة بالأكني العلاجات دي ممكن تكون حاجات Topical وممكن تكون حاجات Oral هنتكلم عن الأكليف وهنتكلم عن الوين ليفي وهنتكلم عن السي سيرا الأورال تريتمت فكل دي هنبدأ نتكلم عنه في المحاضرة دي ان شاء الله طبعا احنا في الاول قبل ما ندخل على الـ Updates نتساعدين بسرعة كده نفتكر Treatment Overview بتاع الأكني بلجاريس اللي هو الحاجات الترديشنال اللي كلنا عارفينها طبعا احنا عندنا حاجات Topical Therapies زي ما احنا شايفين كده Topical Therapies التقليدية اللي احنا عارفينها البنزويل بيروكسايد Topical Antimicrobial Retinoids بأنواحها المختلفة وغيره وغيره من الأدوية وال Combination عندنا كمان مجموعة تانية اللي هي Systemic Treatment او الأورال تريتمت ودي طبعا بتشمل Anti-Bacterial Drugs اللي هي لها Anti-Inflammatory Effect سواء التتراسايكلين فاميلي او الماكروليدز ممكن كمان الكليندامايسين آآ الآيزود ريتينوين Systemic Retinoid طبعا وي الهرمونال تريتمت في الفيميلز آآ ال Combined Contraceptive Bills في حاجات واخدة أبروبة لفي علاج الأكني بلجاريس طبعا ما ننساش برضو Physical Modalities استخدام الليزر زي البلس داي ليزر او ال Interlegional Esteroid او غيره آآ بعد كده في الاخر خالص في العلاجات Complimentary او Alternative او الحاجات الغير تقليدية احنا لما نيجي نشوف آآ ايه الحاجات اللي حصلت في ال Updates في علاج الأكني هنلاقيهم اولا في حاجة في الريتينويد التوبكال ريتينويد ابتدينا نعمل آآ New Formulations of Retinoid ممكن تبقى More Specific في التتراسايكلين طبعا عارفين التتراسايكلين فاميلي فيها التتراسايكلين والدوكسي سايكلين والمينو سايكلين ابتدينا نعمل حاجات مختلفة في العيلة دي More Specific للأكني اللي هو هنتكلم عنه طبعا السيري سايكلين وبالنسبة للهرمونال تريتمينت الانتياندرجينز دايما كل الأدوية الانتياندرجينز بتبقى أورال تريتمينت لكن احنا فيه كمان التوبكال تريتمينت اللي هو الويند ليبي اللي هنتكلم عنه دلوقتي فدي الأبديتس اللي احنا هنستعرضها أول مكان اتعامل فيه أبديتس هو التوبكال ريتينويد اتعامل التوبكال ريتينويد مختلف في كل الحاجات التقليدية اللي كانت واخد أبروفل قبل كده التريتينوين والأدابالين والتازاروتين اتعامل الترايفا روتين ترايفا روتين ده نيو توبيكال ريتينويد وبالنسبة للانتياندرجين في التوبكال كلاسكو تيرون او الويند ليبي برضو ده اتعامل وفعيلة التترا سايكلين عندنا الحاجات التقليدية التترا سايكلين الدوكسي سايكلين المينو سايكلين ده فيه كمان السيري سايكلين ابتدأ يضاف للمجموعة بتاعتنا وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه من النهاردة بالتفصيل لما نبدأ في أول جروب اللي هي التوبكال ريتينويد عندنا الترايفا روتين الترايفا روتين ده عشان نفهمه كويس جدا اويل فارق بينه وبين الأزر توبيكال ريتينويد اللي واخده أبروف والأبلي كده هو أولا بيعتبر من الفورس جينيريشن ريتينويد احنا عارفين في الكامستري بتاعت الريتينويد في فرست جينيريشن في ساكند في سيرد جينيريشن اكوردينك تو الكامستري وهل هي أروماتيك ولا بولي أروماتيك ولا نان أروماتيك كل الكلام ده اسمه الفرست والساكند والسيرد جينيريشن ترايفا روتين يعتبر هو الفرست هو اول واحد في مجموعة اسمها الفورس جنوريشن ريتينويد هو احد مميزاته انه لما بنحطه على الجلد السيستيميك ابزوربشن بتاعه يعني حاجة بسيطة جدا 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 وده بعد كميات كبيرة يعني هم جربوه بعد 29 يوم يعني بعد حوالي شهر من الاستخدام بكميات كبيرة يوميا من 1.5 ل2 جرام في اليوم لقوا برضو السيستيميك ابزوربشن قليل جدا فدي حاجة من العوامل اللي هي الامان او السيفتي ان انا مش هيحصل منه سيستيميك ابزوربشن وبالتالي مش هخاف من السيستيميك كومبليكيشن بتاعت الريتينويد طبعا هو متوفر في صورة ايه؟ هو متوفر في صورة كريم اكليف اكليف والتركيز بتاعه خمسة من الف في المية تركيز صغير جدا زي معظم الريتينويد طيب هو بيشتغل ازاي او ايه اللي يفرقه عن باقي الريتينويد طبعا احنا كلنا عارفين ان الريتينويد بتشتغل على مجموعتين من الريسبتور اللي هي الرار و الRXR اللي هي الريتينويد اي assid receptor و الريتينويد ايكس ريسبتور الاكليف او الترايفاروتين بيشتغل مين لي علي الرار جاما اللي هو ريتينويد ايه اللي هو هي اللي على هايلي سيليكتيف على هذا الرسبتور و الرسبتور ده مستو انه هو ده المست كومان رار موجود في السكن فهو ده أكتر واحد موجود في الاسكن فبالتالي ده بيخلي الدواء ده الشغل بتاعه مورس اللي اكتب على الاسكن مقارنة بالأثر ريتينويد فكده فيه حاجتين هو الأبزوربشن بتاعه لايل جدا جدا فيبقى موجود فقط في الجلد وكمان لما بيشتغل على الجلد بيشتغل على أكتر ريسبتور موجود فما بيحصلش أي أثر سايد افكت أو أي أثر انتراكشن هو طبعا أخذ في علاج الأكني وهي مميزاته أنه هو يستخدم في علاج وده الكلاسيك التقليدي أو حتى في الشست في نقدر نستخدمه نقدر نستخدمه من سن تسع سنين من سن تسع سنين فما فوق طبعا وهو بيستخدم مرة واحدة في اليوم زي وزي الحاجات التوبكال ريتينويد اللي احنا كلنا عارفينها ده كان أول واحد أو أول أبديد حصل اللي هو التوبكال ريتينويد أو الأكليف هنبدأ بعد كده نشوف حاجة تانية في التوبكال تريتمينت اللي هي التوبكال أنتي أندروجين كلاسكو تيرون الكلاسكو تيرون عبارة عن التوبكال أنتي أندروجين أندروجين ريسيبتور انهيبتور أو بلوكر ما هوش 5-الفارد أكليز انهيبتور يعني هو طبعا تبع السترويد الأنتي أندروجين سبيرون والاكتون ألدولاكتون الألدكتون وغيره بس هو ده يعتبر أول واحد توبيكال يبقى برضو هو كتوبكال كتوبكال أنتي أندروجين فبرضو الترايفاروتين كان الفيرست في الفورسي جنوريشن وده برضو الفيرست في التوبكال أنتي أندروجين هو تركيبته الكيميائية بتشبه الديهايدروتستيرون بتشبه الاسبيرون والاكتون أو يعني معظم السترويد أنتي أندروجين نحن لو رجعنا للفرماكولوجي بتاع الاسبيرون والاكتون أو الدروسبيرينون أو الحاجات دي كلها بليهم كلهم شبه بعض كلهم استرويد نيوكليس فهو شبههم في التركيب ولكن هو توبيكال وهو ده أول واحد بيبقى توبيكال في عيلة الأنتي أندروجين برضو من مميزاته إنه هو لما بيتحط على الجلد بيحصل له metabolization لإن أكتف ميتابولايت الإن أكتف ميتابولايت دي حتى لو حصل لها مش هتبدأ تعمل لنا برضو أي أنتي أندروجينيك افكت فدي الميزة بتاعته مقارنة بالسيستيميك أو الأورال أنتي أندروجين إنه هو بيشتغل في الجلد ويحصل له كمان deactivation في الجلد بيتحول للكورتيكسولون وده إن أكتف فخلاص يبه هو كل الفرماكو كيناتكس بتاعته الميتابوليزم بتاعه كله بيبقى في الجلد فبالتالي بفيش منه systemic absorption وحتى لو حاجة حصلت مش هيبقى ليها action side effect بتاع الأورال أنتي أندروجينيك الكلاسكوتيرون أخذ أبروفر برضو في علاج الأكني في عشرين عشرين بس من أول اتناشر سنة مش تسع سنين زي الأكليف وطبعا سواء ميل أو في ميل ودي برضو حاجة مهمة لأن احنا الأنتي أندروجينز ما كناش بنعالج بي الميل بيشنط الأورال يعني الأورال أنتي أندروجينز كنا في الفيميلز طبعا لكن هنا وحتى الحاجات اللي واحدة أبروفل زي لكن ده طبعا ممكن في الميل وممكن في الفيميل من أول اتناشر سنة بيتحط مرتين مرة الصبح ومرة بالليل طبعا هو أبروف ده فيه الأكليف الجالس وده الموضوع بتاعنا بتاع المحاضر لكن هو كأنتي أندروجين توبيكل له أثر أوفليبول يوزيس يعني هو كمان ابتدى يستخدم في الأندروجينيتيك ألوبيشيا وممكن طبعا التركيزات هتبقى مختلف طيب هو بيشتغل ازاي هو كأندروجين ريسبتور بلوكر ناخد بالنا هو مش 5-alpha-reductيز انهيبتور ده هو بيشتغل كأندروجين ريسبتور بلوكر فهو بيعمل كومبيتشن مع الديهايدرو تيستيرون على الريسبتور بتاع الأندروج اللي هو موجود فين اللي هو موجود في السيبيشياس جلاند كلنا عارفين ممكن احنا كنا تكلمنا في محاضرة قبل كده عن الستركشور والفيسيولوجي بتاع السيبيشياس جلاند عارفين ان السيبيشياس جلاند الأكشن بتاعها أندروجين ديبند فهو الوين ليفي ده بيشتغل كومبيتشف انهيبشن على الريسبتور بدل ما الديهايدرو تيستيرون يعمل لا هو بيبلوك هذا الاكتيبيشن فبالتالي بيقلل البايندين بتاع الأندروجين وبيقلل السيبام سيكريش هو لأقوله كمان انهو له انتي انفلاماتري انهو حتى البايندين ده بنشط كسكيد انترا سيليولر بحيث بيقلل بتاع الانتي انفلاماتري ايجنت والانتي انفلاماتري سيتيكاينز اللي بتطلع من السيبيشيز كلا فهو هنا يبقى بيشتغل بتو ميكانيزم زي مثلا ايزوتريتينوين وانتي انفلاماتري كمان زي التترا سايكلين او الانتي ميكروبيل وهكذا فهو هنا بيشتغل على الأكني بكذا ميكانيزم الفورمة بتاعته هو موجود في صورة كريم اسمه وين ليبي وده اه كريم زي ما احنا شايفين كده ايه مشاكله احنا قلنا هو بيحصل له في فبالتالي انا مش متوقع منه مش متوقع منه خطيرة هي كل مشاكله حاجات وبتتحسن مع الوقت حاجات اللي هي حاجات اللي ممكن تحصل مع اي شوية دراينس اريسيمة سكيلنس اريتيشن اه بيرنينج سنسيشن تينجلينج وهكذا والحاجات دي كلها مع الوقت ممكن اه تتصل كسيستيميك طيب سايد ايفكت قلنا زي ما احنا توقعنا انه هو مالوش سايد ايفكت خطيرة سيستيميك لانه بيحصل له دي اكتوفيشن في اه او في ولكن في الاطفال ممكن عشان سنسكن اه مثلا اه نسبيا قليلة او نسبيا بالنسبة لوزنهم بتبقى كبيرة ففي الحالة دي ممكن يحصل بس احنا ناخد بالنا ان احنا مش بنستخدمه قبل 12 سنة عشان نتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل في اه الاطفال احنا كده بقى هنوصل لتالت حاجة في الابديت اوف اكني تريتمينج اللي هو طبعا احنا عارفين العيلة بتاعة سواء بقى دوكسي او المينو سايكلين او تترا سايكلين بتستخدم في علاج الاكني كانتي ميكروبيل وفي نفس الوقت كانتي انفلاماتري طبعا فده نوع جديد من انواع اللي هو السيري سايكلين السيري سايكلين ده عبارة عن تترا سايكلين في العيلة بتاعة التترا سايكلين هو ميستو او اختلافه عن باقي العيلة انه هو نارو سبيكترم نارو سبيكترم كومبيرد تو او تترا سايكل وطبعا احنا للوهلة الاولى كده ممكن نقول ان هو نارو سبيكترم يبقى لكن الفكرة هو شغل مين لي على الكيوتي بكتيريام اكني اللي هي موجودة في الهير فوليكل واللي هي مسؤولة عن اكني باسوجينيس وحكاية انه هو نارو سبيكترم على دي بس ملوش ده وبحاجات تانية ده بيقلل السيد افكت اللي كان بيعملها زي والكلام ده كل ووفر جروس لانواع اخرى من البكتيريا وغيره فحكاية النارو سبيكترم دي هنا هي ميزة مخليها بيشتغل ويتارجت الكيوتي بكتيريام اكني مين ويملوش اي اكشنز تانية فده اللي خلاها بقى يبقى يستخدم فيه الاكني اسمه سي سيرا سي سيرا دي راس بتلت تركيزات ستين ومية ومية وخمسين وطبعا هو يعني ناخد بلنا التلت حاجات اللي احنا قلناها النهاردة في المحاضرة هي كلها كلها في الاكني ده من تسع سنين برضو بس ناخد بلنا من حاجة هو طبعا بيستخدم يعني لو الحالة ميلد او بسيطة كان يبقى هو الاحسن دي من ناحية من الناحية الثانية هو طبعا لو الحالة او هو طبعا مش مش محبب ولكن يبقى يبقى باستخدمه في الحالات ولكن ليست السيفير ولا لان لو كان كان يبقى الطبك الاحسن زي مثلا الاكليف اللي هو دلوقتي ممكن من تسع سنين او لو كان السيفير يبقى الايزوتريتينو فهو بقى يعني في نفس المشتوى بتاع الاورال تريتمنت الكل اللي بيستخدمه في الحالات المودرات بس هو هيبقى مور سبسيفيك للسايد افكت وهكذا لما نيجي للجرعات بتاعته وده يفصل لنا التركيزات اللي موجودة دي هي الجرعة بتاعته في المتوسط واحد ونص ميلي جرام بركيشي حسب الوزن واحد ونص ميلي جرام لكل كيلو جرام وبيتاخد مرة واحدة في اليوم طبعا مرة واحدة في اليوم زي كل التترا سايكلين زي كل التترا سايكلين رفلي كده قالوا لو احنا الوزن بتاعنا لغاية خمسة وخمسين كيلو لغاية خمسة وخمسين كيلو بناخد القرس اللي هو الستين من خمسة وخمسين لغاية خمسة وتمانين يعني احنا خلينا نحط الارقام دي كده 55 و 85 لو احنا اقل من 55 كيلو يبقى القرس ال 60 بين 55 وال 85 يبقى احنا ناخد القرس اللي هو المية ولو عدنا 85 كيلو ناخد القرس المية و 50 وده التفسير بتاع ال وطبعا دي حاجة كويسة في الدوزنج سهلة زي مثلا انا حاول نحسابها شارد اللي كده بالباديويت لكن احنا هنا ممكن دول العيان بتاعنا 55 و 85 اللي بينهم ياخد المية اقل من كده يبقى 60 اكتر من كده يبقى 150 مرة واحدة في اليوم فهو طبعا الطريقة بتاعته سهلة جدا طبعا ميستو اولا البكتيريا فيه قليلة جدا ولان هو بيشتغل فقط على الكيوتي بكتيريا معاكني او مينلي على الكيوتي بكتيريا معاكني وده مخلي ما فيهوش تايد افكت خطيرة جدا فيه جي اي تي ترابل ما فيهوش فوتو سنستابتي ما فيهوش كل المشاكل بتاعة الاثر تيترا سايكري سي سيرا سي سيرا او سيري سايكري طبعا هو مشكلته ومشكلة كل الحاجات اللي احنا اخدناها النهاردة اللي هي الحاجات new treatment اللي هي FDA approved انها الكوست هي لسه التكلفة بتاعة الكريمات دي كلها سواء بقى الاكليف او الويند ليفي او سيري سيرا تابلت اه مشكلتهم اللي لسه التكلفة بتاعتهم غالية طبعا هو برضو لا يفضل استخدامه في pregnancy ولا lactation وكمان ده زي التيترا سايكريم بشكل عام احنا ما شاينفع ندي تيترا سايكريم اصلا في pregnancy وال lactation وما ينفعش نديه طبعا قبل تسع سنين لان هو اخد approval من تسع سنين يبه احنا كده النهاردة استعرضنا بسرعة الحاجات الابديتس اللي حصلت في علاج الاكني الطوبكال ريتينويد ترايفاروتين الاكليف الطوبكال انتياندرجين كلاسكو تيرون والليفي والاورال تيترا سايكليم سيري سايكليم او السي سيرا وان شاء الله في باقي المحاضرات نكمل مع باقي موضوعات البوست جرادويت درماتولوجي اشتركوا في القناة